الخسائر البشرية والمادية المعتبرة التي خلفتها أمطار الغزيرة المتساقطة على أغلب الولايات الشرقية للوطن كشفت مدها شاشة الهياكل القاعدية والبنى التحتية خاصة وأن مدة تساقط الأمطار لم تتجاوز بضع دقائق فبولاية قسنطينة توفي ثلاثة أشخاص جراء التسربات المائية إلى بنايتهم فيما توقفت حركة السير بالعديد من محاور الطرقات وضعية أثارت سخطة وغضب المواطنين الذين حاصرتهم مياه الأمطار لساعات كل ما هذا ليس شيء غير من اليومبرغ كل عام كل ما تطب قطرة عنه البرحة يغير ربع ساعات بركة حملت للدنيا هنا برح نحل الباب ونخرج نار ما أقدرش سجلنا تلتحانة وفاة الثنين بالوحدة الجوارية خمسة والضحية الثالثة بالوحدة الجوارية رقم واحد الضحيتين كانت بالطابق الأرضي إنها غمرتهم مياه الأمطار مصالح الحماية المدنية كشفت بدورها عن المجهودات التي قدمتها لإجلاء المتضررين بولاية قسنطين وبالولايات المتاخمة لها تم تسجيل حالات بولاية الطيف ولاية أم البواقي وولاية سوق هراس إن تم تسجيل مئتي تدخل في مخص امتصاص سلميها للأمطار ولكن العائلات التي غمرتها مياه الأمطار كانت بولاية أم البواقي يعني عائلة بها 6 أفراد وكذلك بولاية سوق هراس ولكن الأول الأمر كان بولاية سطيف إننا سجلنا حالة وفاة ضحية بواية دوريم وبولاية باتنا سجلت ضحية واحدة تبلغ من العمر خمس سنوات فيما تم إجلاء المئات من سيارتهم بعد أن حاصرتهم مياه الوديان وبولاية بورجبوري ريت سجلت تدخلات مصالح الحماية المدنية على مستوى الدوائر وبلديات الولاية إجلاء مئات الأشخاص العالقين على مستوى الطرقات الاضطراب الجوي بالولايات الشرقية للوطن من المقرر أن يستمر لكن بأقل فاعلية غير أن الحيطة والحذر باتت واجبة خاصة أمام هششة البنى التحتية بالعديد من طرقات ولايات الوطن والأحياء أيضا ترجمة نانسي قنقر